يطلع ويعطينا زبدة ماذا طلع معكم بعد إذنكم هل في أي أسئلة أي استفسارات حابين تضيفوا شيء علينا الله يزيكم الخير أترك المجال للدكتور هاني ألبن طيب الحمد لله وصول السلام وعسول الله طبعا أنا سعيد أن أنا معاكم ومش الأكثر من السعادة إيه غبطة بهجة انبعاجة انشكاح ده يبقى سكران يبقى ياخد حاجة ياخد أرس ولا ياخد أرس ولا قرش القرش يعني حشيش القرش يعني بلبوع خبرة خبرة في إيه في القرش ولا في القرش المهم أنا سعيد جدا جدا ولما فادي قال لي تعالى قلت حاجة ولما كانتش قال لي تعالى كنت أنا حاجة حتى لو كانتش في حد موجود فده كنت أنا سمعت قصة من أحد المؤسسين أو الذين ديرونا مؤسسة كبيرة جدا في باكستان كلمة كلمته مش كلمتي أنا بس دي مقدمة يعني اللي هو كتب فيها الرسالة بتاعته هي العشق والعلم والعمل هو أحد الإخوة المتصوفين يعني وحسبه أن الناس الجاهدين لقبله بلاء حسرا العشق يعني إيه يعني أنت تعشق العمل الذي تريد أن تقوم به تحبه تحب ما تعمل لتعمل ما تحبه العلم لابد يكون هو المحور اللي على أساسه هيكون في عمل عمل من غير علم بيؤدي إلى فساد فساد كان يكون في المال كان يكون في الحقوق كان يكون في الأجوبات كان في حاجات كثيرة جدا فعملنا أنا بكرر ما قاله أخونا قازي أعظم من قازي عظمة من باكستان عشق وعلم وعمل دي القاعدة الأولى القاعدة التانية عملنا لابد أن نسترجع فيه نقطة واحدة نحن بنعمل من أجل اليتيم من أجل الأرملة من أجل المسكين فلأنه زايد وجهويتنا مش هتنفعنا في الجنة وفي النار وجماعتنا مش هتنفعنا لا في الجنة ولا في النار وعلاقتنا مش هتنفعنا لا في الجنة ولا في النار ومركزنا مش هينفعنا إلا حينفعنا في قصة كده للسيد ابراهيم بن أدهم رضي الله عنه من التابعين إنه كان شرطي مسؤول عن الشرطة في البغداد أو حاجة دي وكان قوي كان كثير السكر وكان ليه بنت جميلة صغيرة جدا وكأن الله سبحانه وتعالى خلقها بهذا الجمال ليعشقها كلما كان ابراهيم بن أدهم رحمة الله عليه يمزق كأس الخمر تزوق منه والبنت كان عندها سنتين أو ثلاث سنين سنتين أو ثلاث سنين دي قصة حقيقية إلى أن ماتت البنت فجأة فبكى عليها وحزن عليها حزنا شديدا ولم يكن يعرف رسالة الله سبحانه وتعالى إليه من خلال إنها بتدفع الخمر عنه ورأى في المنام أنه على هاوية جهنم على حفة جهنم وآتت يد تمسكه وتنقذه من نار جهنم يعني اسمه إيه تسحبه وإذا هي بنته لمتال سنوات فمن ساعتها بطل الخمر وبطل كذا 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 وأصبح التابعي الجليل إبراهيم ابن أدم هذه البنت اللي عندك يا أحمد هي اللي حد دخلنا الجنة لا جماعة ولا حزب ولا عيلة ولا فلوس ولا جاه ولا سلطان لأن دول بيقسمونا لأنه يفهمني حتى العمل الجماعي غلط وكأن العمل الحزبي والعمل الجمعي ده يعتبر هو الوطن لا يمكن حيكون الوطن هو جذء من الوطن دي بس كانت المقدمة لشان نرجع لأصل عملنا وأصل من ينفقون أموالهم عليها اللي هم مين؟ اللي هم الأيتام من يدفع عليه الراتبي أنا بقول لها السلوانة دي والسلوانة مشروخة بالنسبة لي بقالها سليم بقولها هو اليتيم اللي يدفع عليه الراتبي هي الأرملة هي الأخت السجينة اللي بتقتصب كل يوم ومرة واثنين وثلاثة هو الراجل اللي قعد تحت شكلة الزيتون هو أولاده هي العائلة ترد من بيتها في خان يونس في فلسطين دول اللي بتفعول الراتب بتاعي دول هم هم دول اللي أنا أخدمهم مش أتكلم عنهم عمل إنساني من غير رسالة مش عمل إنساني عمل إنساني يخش فيه شمشارجية وشربطلية ومنتفعين بينهم من ربنا سبحانه وتعالى كما حدا كان حكا ساعدوا سيئة إبراهيم بن أدهم يعني دخل في العمل الإنساني كلها ليه شخصيات الشخصيات المنتفعة الشخصيات الزيت الوجاهة الشخصيات الزيت مقارب سياسية الشخصيات التي ليس لها أي علاقة بالعمل الإنساني فإن أردت أن تدخل الجنة فاعرف أنه لازل سيدخلك الجنة هي الطفلة اللي إحنا بنتكلم عنها دلوقتي في كل محفل عشان نجمع بها فلوس بس بنصرفها على نفسنا بس بنصرفها عليه هي استشعار أن الرجل الذي يجلس مع أولاده تحت شجر الزيتون وخارج من القصف في إدلب وأنا بجمع له فلوس هو صاحب المال وأنا قاعد هنا هو بيته تحت شجرة وأنا بيتي فيه تكييف وفيه كذا وفيه كذا لازم نستشعر هذا الأمر لازم تزف ألف ورشة عمل وتزف ألف لقاء وألف مؤتمر اللي لما أكن أعلم أن هذه الأسرة التي تعيش في العراء وإحنا في الخريف دلوقتي والشتاة قارس في النوات إذكر الله كيف سيعيشون وكيف سيتألمون وكيف سيحلمون وكيف سيستمرون محافظين على قيامهم وثقفتهم وعقيدتهم ده الاستشعار الأول بلا جمعيات بلا اتحادات بلا وجع عالب بلا انتفاخات احنا اتنفاخنا لما ورمنا نفسنا اتنفاخنا لما ورمنا نفسنا واحنا لا شيء أنا لا شيء أنا لا شيء أنا لا شيء والذي جعلني أن أقف أمامكم هم الفقراء هم اللي جعلوا مني حيثية هم اللي جعلوا مني شخصية هم اللي جعلوا مني بني آدم يستطيع أن يتحدث لكن أنا لا شيء أنا صفر وأقل من صفر وكما كان سيدنا رب بكر يقول والله لو ددت أن أكله اسمها بعرة مش بعرة البعير اللي هي بتاع الزبل بتاع الخراف حتى لا يحاسبني الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ده سيدنا أو بكر لو أحد العشرة المبشرين بتجعلنا احنا مين احنا احنا فنكوش منفخين بحبة ايه آيات حفظناها وحبة أحاديث حفظناها وحبة مش عارف ايه وحبة فلوس فلوس مش فلوسي مؤسسة مش مؤسستي أنا ليه فقط عملي وليه فقط نيتي حقف قدام الله سبحانه وتعالى بهذا العمل وهذه النية فهيا نحاول أن ننقذ ما يمكن إنقاذه ها ونتذكر أهل اليمن شكلهم ايه وأهل سوريا اللي تحت الشجر الزيتون شكلهم ايه وأهل غزة شكلهم ايه وأهل الروهينجة شكلهم ايه وأهل اليجور شكلهم ايه هما مليون في السجون وهكذا في كل مكان في العالم قبل أن نتحدث عن عمل إنساني وأننا أبدعنا الذي يبدع هو الذي ينقد الذي يبدع هو الذي يعطي الذي يبدع هو الذي ينقل خبرة الذي يبدع هو الذي يستطيع أن يتكيف مع المجتمع ومع التغيرات وأن يتنازل عن جزء من شخصيته الاعتبارية من أجل المجتمع لكن نحن لا نريد أن نتنازل عن شخصيتنا المجتمعية ولا جزء منها ولا ربعها ونعبد استغفض العظيم ونقدس استغفض العظيم الشعار لا قدسية إلا لله سبحانه وتعالى ولا عبادة إلا لله سبحانه وتعالى السؤال الأول اللي طلحوا علي يا فادي تمن سنوات على الأزمة السورية إحنا فين دلوقتي منها أين نحن أنتو مش أفارقة أنا لسه جاي من تشاد تعليم في تشاد مش زي تعليم في سوريا والعربية في تشاد مش زي العربية في سوديا والتاريخ في تشاد مش زي التاريخ في سوريا أين نحن يا أبناء العلم وأبناء العربية وأبناء الحضارة وأبناء كذا وأبناء كذا وأبناء كذا وأبناء كذا هنحاضر ونتفلسف ولا هنشتغل هنحاضر ونقول الكلام نحن قلناه قبل كده من سنين لكن هي العملية إنها الحالقة فساد دات البين لا تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين ليه؟ ليه نخسر تجنة ونخسر الأخرة؟ بدراهم معدودة أو بصورة محروقة نيجاتف محروقة أو بمنصة مش هتدخلني تجنة لماذا؟ 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 8 سنين دلوقتي أصبح 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 فرد عين علينا أن نتنازل عن جزء من شخصياتنا الاعتبارية لأن نحن نتحدث عن الفقراء والمساكين والأرامل واليتامة وكل هؤلاء الناس لأنني لن أستطيع أن أتحدث عنهم وأنا وأنت يعني لا يستطيع أن يتنازل في أمثلة كثيرة جداً عند الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم من أجل المجتمع ومن أجل الوطن اللي كانوا بيحاولوا يبني الأمة من خلاله عايدين نروح فيهم بعد 8 سنين عندنا رؤية عندنا استراتيجية عندنا خطة عندنا مرجعية عندنا من يحاسبنا وقال لأم يا جلع انت عامل كذا وأم يا جلع انت عامل كذا وأصلاً ما نحكلمني مبارح عملت كذا أنا فين أنا فين شخصيتي فين قيمي فين أخلاقي جزء من الخلق الكريم نكتقل لا 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 جزء من الأخلاق بتاعتنا نستطيع أن نقول نعم هناما يكون فيها مصلحة للمجتمع ونستطيع أن نقول لا حينما لا يكون فيها مصلحة للمجتمع ننظر للمجتمع لأنه أهم من الجمعية الجمعية الليها أنها وسيلة من الوسائل التي توصل خيرات أبناء المجتمعات الأخرى لكي نبني بها مجتمعاتنا لكي نبني بها مؤسساتنا أو أشخاصنا أو جمعتنا أو حزبنا دي النقطة العونية أين نحن وإلى أين سنصبح ونكون ولابد بعد سبع سنين أو خمس سنين أو ست سنين أو أربع سنين خبرة في العمل وأنتو أنجزتوا أنتو أكتر شعب أنجز في فصل هذه الظروف لكن مش أزيني مش أزيني نتغلب على الأن أنا وتقديس الشعار وتقديس الشخصية وتقديس المؤسسة ودي تكون الحالقة يعني ننجز ثم نهدم ليه لأنها أن أنا شفتها دي تبني أبدك وتتعب وتطلع وفي الآخر حاجة بسيطة جدا تقوم هدم الهيكل وتهدم هذا الصرح العظيم اللي أنتو بنتوه أنتو عملتو إنجزات وعملتو أشياء معجزة لكن بنهدمها بالتقديس اللي إحنا بنعمله للأشياء اللي إحنا بنعملها دي نمرة واحد في تغييرات كتير جدا حصلة في المنطقة من منا يعي وسيطيع أن يتعامل مع مثل هذه التغيرات سواء كانت داخل تركيا أو في الإقليم أو على المستوى الدولي أو حتى على مستوى الجمعيات المانحة بالنسبة لنا فيه صحة ولا من مننا عنده رؤية والكلام ده تقال من سنين لكن ما زلنا إحنا مش عيب الواحد يقوله مرة واثنين أنا بمس النفسي أنا بقوله على الملأ أنا أحب الحمار أنا أحب إيه الأغنية بتقول إيه بحبك إيه هاي ومين المثقف ده مش مثقف اللي مش مثقف ده عالجان بيعمل إيه ده شلوه تعال يا مثقف أنت بتحب الحمير أنت الحمار بيقعد يعمل العملية مئة مرة أنا 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 بتمنى أن أنا أستطيع أن أنا أكون جلد وصبور كالحمار صبعا ربنا كرمني عن الحمار لأننا ابن آدم والحمار ابن حمار مش ابن بغلة أخبرك فلابد يكون شغلنا من أجل إرضاء ربنا من خلال من يشفعون لنا أمام الله سبحانه وتعالى وهم من وهو للطفل اليتيم لذي بنت إبراهيم بن أدهم تكلمنا عنها تغيرات اللي حوالينا ما نعيش في قواقع ما نعيش في كانتونات نعيشين في مجتمعات مفتوحة ومجتمعات بتتغير كل يوم والدولة دي عليها ضغط كبير جدا داخلي وضغط خارجي إحنا فين من كل هذه التغيرات اللي بتصيب المجتمع اللي هو اللي قوينا وينصرنا وادعنا القانوني مع الحكومة المحلية سواء كان هنا أو في أي بلد تانية لابد يكون في أوضاع قانونية لابد يكون عندنا سياسات لابد يكون عندنا مرجعيات لابد يكون عندنا أطر لابد يكون عندنا محاسبات وميزانيات وخطط العملية مش عشوائية عمر العمل الإنساني ما كان عشوائية أبدا إن أردنا أن نتحدث عن أنفسنا أن نبني مؤسسة فلن تبنى مؤسسة على العشوائية ولن تبنى مؤسسة على الهمجية ولن تبنى مؤسسة على الانفعالية أبدا أبدا وإن أنجازنا خطوة فسنفش تلفي خمسين خطوة ففين الحاجة اللي أنا فاك وإحنا عندنا القدرة أهم قدرة عندكم القدرة العقلية أنتو ناس مثقفة وناس متعلمة وناس عندكم رسالة وناس عندكم روح وناس عندكم قيم وناس عندكم أخلاق فلابد تتحول كل هذه الأشياء إلى منهج عملي مؤسسة دي خطوات محددة واضحة المعالم لها أثر على المجتمع إيجابي ولها هدف نسعى إلى تحقيقه من خلال وضع استراتيجية سواء كانت الاستراتيجية اللي حتحقق في عشرة سنوات أو خمس سنوات حطت هدف الاستراتيجية فوق ومن تحته حطت الخطة اللي منتحتها بعمل المشاريع اللي منتحتها بجيب المزانيات وكأننا ببني هرم قمته الهدف بعد ديها الخطط اللي هو الاستراتيجية بعد ديها الخطط بعد ديها المشاريع بعد ديها المزانيات ما ينفعش وإحنا عايشين في بلده يعني تقريبا تقريبا أقرب الدول العربية والإسلامية من الغرب ما يكونش عندنا خطط والاستراتيجيات خطط حقيقية مش خطط كده حطينها كده عشان نحطها على ما حد يجي بص شوف الخطة بتاعتي كده نفعت فيها خمس تلاف ولا عشرة تلاف ولا عشين ولا خمسين ألف دولار وإن ما بعملش منها حاجة قدراتنا على بناء قدرات أبنائنا في المؤسسة وابناءنا في المجتمع اللي احنا نشتغل فيه أحد مخرجات القمة الإنسانية في 2016 اللي هي التوتين 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 من؟ مش توتين الدولة توتين المحلي يعني هذا الشخص اللي في إدلب ولا في دير الزور ولا في حلب ولا كذا عيني على أنه يصبح مواطن صالح فاعل في المجتمع مش لأنه من قبلتي ولا من عشرتي ولا من الجماعة الفقهية اللي أنا تبع لها لأ لأنه مواطن ولأنه حيبني الوطن وأنا أساعده بما جاد الله بي علي من أمواله ليس من أموالي أنا ما المال إلا ما الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل وما أنا إلا وسيط بين هؤلاء وبين الله والذي سيقف أمام الله أمامي هو محمد صلى الله عليه وسلم ها يا خالد عملت إيه في الحتة اللي انت خدت عليها مئة ألف دولار في إدلب ولا في دير الزور هتقدر تدفع عن نفسك أمام الرسول صلى الله عليه وسلم من المقليمة هتقدر تدلس ولا تدنس لا فيش مشهد محكمة الله الرسول صلى الله عليه وسلم وخالد أمامه وليس خالد فقط كلنا واحد واحد في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لعمل إنسان لما ارتبطش بقيم وأخلاقيات ما عمل ليس له قيمة ولا طعم ولا روح ولا أن يبني مجتمعات بل سنخرج من خلاله ناس أشباه البشر أشباه البشر والله أعلم ماذا سيكونون ونحن مسؤولون عنهم التشبيك أنا زي ما قلت والتنسيق أنا كنت في اسم كادي أنا كنت فين يا فادي أنت فادي لا أم أنت مش فادي في تشاد شكرا 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 خلاص مش حندخلكنا حندخلك جنة خلاص الحمد لله نعم نعم تشاد بلد غنية بطريقة تخض وفقيرة بطريقة بشعة والقاسم المشترك الأعظم لكل الدول في أفريقيا الغنية هو الفساد الذي يسمح للسارق والناهب والمقتصب أن يأخذ من الدول دي زي ما هو عايز تعرف إحنا نجحنا في إفتشاد يا شباب بعد ما عملنا أربع ورش عمل نجحنا في إيه حد كده يقولي حاجة أنا نجحت وسعيد جدا أني أنا نجحت في إيه من تخفى خالب بقى تشبيك على فوق إيه تشبيك كويس ها إيه حد ثاني يقول تنمية تنمية ها حد من وراء يلا أحمد ترك ها توعي وتسخيف الناس توعي وتسخيف الناس نجحنا في إيه يلا يا سابرين دقية ها إنك جمعت الناس بس آه هي دي بس فقط سواء كان مؤسسات دولية وأنا حاسك الإسم مؤسسات دولية كان مجموع على عشا إغاثة الإسلامية قطر الخيرية آآ العاون المباشر آآ الإغاثة الإسلامية العالمية آآ الندوة العالمية الشواء الإسلامي نظامة الدعوة ومؤسسة محلية كان على عشا بيت واحد من الشباب ده كان مؤسسات ده يعتبر خدوا التليفونات بعضكم بعض واتكلموا مع بعض أعودوا مع بعض أعملوا حوار كل شهر علشان ما تضيعوش مال الله اللي أنتم مؤمنون عليه ها أنا بشتغل في المنطقة دي طب إيه تعمل إيه أنسخ معاك ما تلغيش شخصيتك يا سيدي إيه وعا تلغي شخصيتك بس صعب معايا اشرب كباية شاي وقل لي أنا بعمل إيه عشان أنت ما تعملوش قل لي أنا مش هعمل إيه عشان أنت عملته وفشلت فيه ده أول نجاح تاني نجاح بنفس الموضوع إن الورسة أعونية حولناها لمجموعة واتس أب تخيلوا أنا جاي فرحان جاي إيه بعد الفرح في إيه السعادة السعادة بعد السعادة في حاجة على حبور 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 من غير نقطة أخبرك جاي سعيد جدا إن فيه تلاتين شخصية ها بدأوا يتكلموا مع بعض من الجامعات المحلية باللغة العربية إنه هنا في لغتين أساسيتين هناك لغة عربية ولغة فرنسية العربية لاختناه في القرن السادس في حد يامني هنا شكلك يامني هتستخبى مني وإنت توزنهم كلهم الحكمة الحكمة يامنية والإيمان يامني والفق يامني ما قالش الحكمة سورية ولا الحكمة فلسطينية والحكمة مصرية الحكمة إيه يا عم أنا بقول على رسوله التاني لأنا عايزنا على تحديث التاني لما سد مقرب بتهد في أخر القرن السادس الميلادي خرج اليمنيين متشرف كل حتة في العين فوقت جزء منهم راح على فين على أثيوبيا من أثيوبيا على جنوب السودان أو مش عارف السودان من السودان على جنوب مصر من جنوب مصر على تشاد دا كوينوا حاجة اسمها الدولة الايه السيفية لأسيسة للغة العربية هناك فاللغة العربية دخلت قبل الإسلام الإسلام جيه بالقرن السابع الهجري ايه انت جيبني من آخر الدولة متقولي دقيقتين طب خلص أنا أرد ناس للنقطة واحدة نحن بالك وأصبح الإسلام دخل في تشاد مع زملاء عقبة ابن نافع ورد الله عنه المكرم بفتحه أفريقيا اللي هي تونس في الشمال ده بالنسبة للتشاد النجاح التالت انه قلت له اتفقنا انهم يعملوا واسع أب جروب بايه بالفرنساوي عمل واسع أب جروب بالفرنساوي يبقى في عمل ده ده النجاح ده ايه يا جماعة نجاح لأن ده الخطوة الأولى خطوة الأولى انك تزورني في البيت وزورك في البيت قلة المال ومن زمان قلنا هيشح المال فإما قلة المال بالعالجه بتنوع مصادر الدخل اللي احنا كنا نكلفها من زمان يا جماعة افتحه في أماكن أخرى اعتمد عن المتبرعين الآخرين أو نانا ايه ناندمج أو نانا ايه نقلل مسايفة الأدرية بأن المجامعية تانية عما يندمجوش بس يقعدوا في مكتب واحد بلما نأجر شائقتين نأجر شائقة واحدة لو عايزين تندمجوا ندمجوا بس اللي عايزي بقى رئيس بقى نقول له والله اللي مش حيبقى رئيس هيخش الجنة وله حيبقى رئيس هيخش حتة تانية فكل حيجري عشانا عايزي نخش الجنة لا والله في كتير رح يقل لك رئيس هلأ بعدين خليه خليه على الله خليه على الله ودي نقطة تانية فالنحن نتكلم عليه دلوقتي نحن ولا نتحدث عن جمعيتنا ولا عن ذاتنا ولا عن ثقهيتنا نحن نتحدث عن صاحب المال الحقيقي اللي هو طرح ما احنا موجودين النهاردة في اتحاد رعاية الايتام جزاهم الله خير اليتيم يا سيدي يتيم واحد بس نأ عبو صاحب المال صاحب المال اه اليتيم صاح صاحب المال اليتيم انا كده ايه اه فاحنا عايز بعد كده يعني انا كده خلصت عريبا ماذا بعد يعني احنا في المنتدر الانساني عملنا فلسفة جديدة ما بنخلصش مؤتمر الا ما نقول بعد كده ماذا بعد يعني احنا عندنا مؤتمر هنا يوم 15-16 اكتوبر اللي عايز يشترك فيه من الجمعيات اللي حيقدم لانه نص الأماكن تاخدت خلاص نص قدامنا خمس أسابيع اذا قربت عند فادي يبقى بعطلهم كلهم يا اخ فادي اللي عايز فيه خمس محاور احدهم محور اعلامي بتديره الجزيرة خلاص بس لازم اللي يخش فيه يكون رئيس قسم الاعلام وما ينفعش يخش فيه واحد وهو يكون يحضر حتى هنا وحتى هنا فكل محور لازم يخش فيه ايه شخص ده بس بالنسبة لنا عندك هنا الشهر الجاي انا كده خلصت وجزاكم الله خير وانا انتو اعطيتوني الشحنة ستجعلني اقف هنا الى غدا او بعد غد او للسنة القادمة ليه لان انا 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 بتحك عليكم بس عشان اختم تعال يا فادي عشان اخلص انا جاي باخد شعاع من كل واحد منكو عشان احطه فقلبي وشع بيه هطلعنا اي مشاعشع مشاع مشاع هطلع يا ساموني بعد كده هاني يورانيوم ولا هاني كوبالت ولا هاني مشاع هاني اي تاني في الحجار المشاع اسمه ايه بلوتينيوم بلوتينيوم اي حاجة من دول ما قبلك يلا خلاص فانا عبي اخده شايفا بعبي مش كده يا حمدة مش كده اتنين حمدة بما ينفعش اعودوا جنب بعض هاني يلا يا فادي الله يزيك الخير شكرا جزيلا انا الدكتور احنا مني يشحن انا بكلم عن نفس انا بفري بقى الله يزيك الخير شكرا جزيلا الدكتور الدكتور موجود معنا بقى لاخر الليلة الليلة اللي حابب يحكي يسأل يستفسر كذا موجودين تمام الفكرة الان انه كل محور عطيناكم له نصف ورقة مش ورقة كاملة نصف ورقة فلو سمحتوا يعني النقاش يدول النقاش ولكن حطونا اشياء على الورقة لانو الورقة واحد حيطلع من عنكم يعني يطرحها لبقية المجموعات اللي هي موجودة الهدف منها انه نستفيد من بعضنا اليوم ونطلع باشياء يعني المنتدى الانساني عمل مؤتمره في 2017 في لندن وبعدين بعد المؤتمر